وصلت سفنة أوشين فيكينغ إلى فرنسا لترس بميناء مدينة تولون جنوبية البلاد وعلى متنها حوالي 230 مهاجرا وقالت الحكومة الفرنسية أن عددا من الدول الأوروبية ستشارك في استقبال المهاجرين وفاءا بالتزاماتهم الدولية حين قالت رئيسة الحكومة الإيطالية أن ردة فعل باريس عدائية وغير مبررة الخلاف الدبلوماسي الذي تفجر أخيرا بين فرنسا وإيطاليا حول سفينة أوشين فيكينغ أشعل حربا كلامية بين قادة البلدين بعد قرار باريس السماحة برسو السفينة التي تحمل 230 مهاجرا غير نظامي في ميناء تولون جنوب البلاد في السياق ذاته تقول باريس أن ألمانيا وعددا من الدول الأوروبية ستشارك في إيواء المهاجرين وذلك وفاءا بالتزاماتهم الدولية في حين سيتم ترحيل من لا يستوفون شروط طلب اللجوء في أوروبا إلى ذلك يبرز تصعيد الفرنسي وزير الداخلية جيرار ديرمانا ينقل التوتر مع إيطاليا إلى مربع أخطر ليقول إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة لتعزيز الرقابة على الحدود مع إيطاليا وستناقش تدعيات موقف روما وعواقبه الوخيمة على العلاقات الثنائية في الساعات المقبلة ستتخذ فرنسا إجراءات لتعزيز الرقابة على حدودنا الداخلية مع إيطاليا كما سنناقش جميع تدعيات الموقف الإيطالي وتأثيرها على العلاقات الثنائية بين البلدين وتبدو المسألة أكبر من إشكالية استقبال المهاجرين في منظور اليمين المتطرف بإيطاليا رئيسة الحكومة جورجينا ميلوني وصفت خطوة باريس بالفعل العدواني وغير المبرر متهمة الحكومة الفرنسية بمحاولة عزل روما أوروبيا بسبب الخلاف حول ملف المهاجرين لقد فجأت برد الفعل العدواني للحكومة الفرنسية والذي من وجهة نظري غير مفهوم وغير مبرر يبدو أن اتهامات اليمين المتطرف لسلسة فرنسا بإشاعة الفقر في إفريقيا والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا ستكون لها تدعيات كبيرة على مستقبل العلاقات بين باريسا وروما نتابع الموقف الفرنسي وأيضا الموقف الأوروبي حول هذه الأزمة أزمة بين إيطاليا وفرنسا وأيضا أزمة المهاجرين والمهاجرين غير النظاميين مع مرسلين من باريس محمد الحاجي ومن بروكسل نبيل أبي صعب أبدأ معك محمد بداية هل انتهت أزمة ومحنة هؤلاء المهاجرين غير النظاميين على متن هذه السفينة وأيضا نتابع معك الموقف الفرنسي في هذه الأزمة حرب كلامية بين أطرفين ووزير الداخلية درمانا يقول سنتابع تدعيات ونناقش تدعيات الموقف الإيطالي وتأثيره على العلاقات بين البلدين يقول يعني جمال أسفينة رست عند ميناء أو في ميناء تولون لكن المهاجرين غير النظاميين في منطقة دولية منطقة ليست فرنسية هي منطقة بالصحة القول أوروبية ودولية يخضعون للطبابة وأيضا للإسعاف وللتحقق الأمني من قبل الشرطة الحدود الفرنسية لاعتبار بأن هناك تحقيق أمني يجب أن يتم قبل توجه معظم هؤلاء إلى المشافي وأيضا توجههم نحو معظم الدول الأوروبية منها ألمانيا وباقي دول ثمانية أخرى نعم هذه العملية فجرت أزمة ديبلوماسية كبيرة بين فرنسا وبين حكومة ميلوني هذه الرئيسة الوزراء الجديدة المتطرفة وبالتالي يعني الانتقاد بات واضحا اليوم بين الدولتين وهذه ليست أول مرة في الواقع لطالما كانت السفن الغير الشرعية تفجر العلاقة بين الدولتين منذ أيضا حكومة ديمايو حتى اليوم حكومة ميلوني وبالتالي هناك دائما توتر فيما يتعلق في المهاجرين غير الشرعيين فرنسا تتهم إطالة دائما بأنها سبب في توجيه المهاجرين نحو الداخل الفرنسي أيضا داخليا هناك انتقاد من قبل اليمين المتطرف على لسان مارين لوبين تعتبرت بأن ما حصل هو انتصار للمهربين وفشل للسياسة الفرنسية طبعا مارين لوبين تتناغم بشدة مع الموقف الإيطالي بأنه يجب رد هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم أو إبقائهم في البحر دون مكان يرسون فيه لكن في الواقع نعم نحن نشهد الآن بداية أزمة ديبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا وكما كل مرة السبب هو السفن التي تقل مهاجرين غير نظاميين إلى أوروبا نعم محمد نبيلا بيسعب من بروكسل كيف تنظر بروكسل إلى هذا الخلاف الفرنسي الإيطالي وأيضا هل تستعد ربما المفوضية الأوروبية للإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ما وخطوات ما إزاء تعهدات الأوروبية في ملف منهجرة نعم جمال التعليق الأول التزم بالسياسة المبدئية للإتحاد الأوروبي صدر عن المفوضية الأوروبية وكان دعا قبل حل مشكلة السفينة أو رسوها كان دعا إلى إنزال الركاب في أقرب نقطة برية ممكنة قرب السفينة وذلك بغض النظر عن الأسباب أو ظروف التي دفعت بهؤلاء المهاجرين إلى امتطاء السفينة وعبور البحر وبالتالي الموقف المبدأ الصادر عن المفوضية الأوروبية ينسجم مع الخطوط العامة للسياسة الأوروبية ولكنه لم يوجد حلا سياسيا لهذا التوتر المتصاعد بين إيطاليا وفرنسا ويمكن اعتبار هذه المشكلة الاختبار الأول لسياسة ميلوني الأوروبية في ملف حساس جدا هو ملف المهاجرين واللاجئين حتى الآن كانت هناك تصريحات سابقة عن المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي أيضا عن الاتجاه نحو تصحيح أو اتخاذ تعديلات على سياسة الهجرة واللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي ولكن هذا الأمر وفق كل المؤشرات هنا في بروكسل مستبعد قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة عام 2024 وفي الوقت نفسه هناك آلية التضامن ما يسمى بآلية التضامن الأوروبية التي تقضي بتحمل الأعباء أو توزيع الأعباء من خلال نقل المهاجرين أو اللاجئين من دول مشاطئة أو مستقبلة إلى دول أوروبية مجاورة وعبر الحدود هذه الآلية الآن في محل اختبار حقيقي إذ أن مثلا فرنسا وألمانيا نعم كانت تعهدتا باستقبال ثلاثة ألاف وخمسمائة مهاجر لكل منهما مهاجرين يصلون إلى أوروبا ولكن المؤشرات تدل على أن فرنسا قد تعلق مثل هذا الاستقبال خصوصا حين أشارت تصريحات فرنسية إلى تشديد الإجراءات على الحدود مع إيطاليا كذلك الدعوات لألمانيا ودول أخرى بتجميد هذه الإجراءات لم نسمع صداها حتى الآن نعم نبي ربي صعب من بروكسل ومحمد الحاجي من باريس شكرا لكم قعل Via ترجمة نانسي قنori ترجمة نانسي قن珍 ترجمة نانسي قنقر